أنا كل ديون بروح من يوم اللي صار الحادث لليوم كل ديون أنا بروح وغير في الفترة اللي خلفت فيها شهر مقطعت باقي الغمس سنين ونص أنا يوم يوم ديون ديون يعني في المحكمة على مدار الجلسات يعني كل جلسة كنت تروحي لغاد الجلسة الأخيرة كان يعني كانت غير كانت جلسة حازمة زي يقولوها أهم جلسة كانت شو شؤورك بس القضاء يعني قروا قرار الحكم الإداني وكمان كيف عرفنا أنه القاضي اللي قرت القرار يعني أجهشت بالبكاء الصراحة شويل كان اليوم كله كان شوية سعب شويل واحد كان عصاب وشعور كان يعني أنا صح ما نسيتش الإشي والإشي لا اليوم بعد يعني يوم يوم بس هذا اليوم رجعنا لفترة القصة نفسها أنا عن نفسي بس فت يعني على المحكمة تطلعت وما قدرتش أطال لا فقضاء ولا أقدر أحكي ولا إش يعني صراحة دموعي ما وقفتش ما ما حسيتش غير القضية عم تبكي وما عالش قدرت تكملت اللي بدت تقوله كان كثير إشي صعب وعن جد إشي يعني شعور إحنا بنعرف إنه كثير صعب ويقول القضية يعني من أول يوم وهي يعني تحكي وتقول عن إشي صعب وقداشي أثبتت لنا قداشي الإشي كان عن جد مرقاشيك وكلنا نفعلنا كلنا صراحة القضاء المحاميين اللي جوا يعني أنا الوالد وجدان كان إشي عن جد صعب علينا يحكي لعني اللحظة اللي بكت فيها القاضي وصفين اللي صاروا المحكمة زي ما أجب أقول لك أنا يعني ما قدرتش أتطلع حولي كثير لأنه جد كان الواضع كثير حساس وكان الإشي يعني بالنسبة إلنا كثير صعب وعم نستنى هاي اللحظة ما حسناش أنا غير قرأت القاضية عم تقرأ القرار وما حسناش غير بدت اختنقات وما عشغلت حتى تكمل يعني تكمل القرار نفسه تأخذت شوية هيك ع نفسها تنفست شوية زي بقولوها ومسكت حالة وكملت في القرار بس كان إشي صعب كثير 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 يعني مش هواين على ولا حدا وإحنا صح عارفين ومتأكدين إن الإشي بس هاي اللحظة كانت لحظة الحازمة يعني عم نستنى هاي اللحظة شعور صعب مش هواين وأنا عم أقول لك أنا يعني من يوم الإشي متغيرش إشي عندي أما هاي اللحظة كانت حازمة وكانت أصعب لحظة هاي لأنه إحنا كنا في حيرة بتعرفوا وجينا سمعات كثيرة مسموعيات حكية إنه الواحد فوتونا في شك في أمرنا وإحنا بنعرف شو القضية وإحنا عم فتعة القضية ديون ديون بس شككونا للحظة في الأمر بس الحمد لله طلعي القرار النهائي والقرار اللي إحنا بنعرفه إن أكدونا الإشي بس أما الإشي كان مش هواين إشي كان صعب كثير كثير يعني أنا بقول لك كان يعني إرجع ع أيام المكر نفسه إحنا الحقيقة عارفينه من أول يوم ومتأكدين منه لكن طلعت بشكل رسمي لأنه في كان مسموعيات كثير كان في إشاعات كثير منهم كان في كذب كثير ناس صارت تصدق أما إحنا بنعرف شو فيه في القضية إحنا عم نلاحق قضيقتك من أول يوم يعني إحنا ما تركناش القضية ولا يوم 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 ديون ديون يعني إنه عم نروح ومنعرف كل شي عم بصير فيها أما المسموعيات اللي إجت لبرة شوية خلتنا نترايب ما تغيرش إشي لأنه أنا فقط بنتي يعني هذا الإشي قد ما يكون الحكم مش رايح هذا الإشي يغير يعني في جواتي ولا نتفه أما اللي رايحنا إنه شوية خلص الناس خليها تعرف الحقيقة ما يظلاش يتصدق الإشاعات هذا اللي كان بهمنا أما الإحساس نفس الإحساس أنا فقد بنتي صبية طفلة في أول عمرة باب بيتي يعني إشي مش رايح يغير فيه ولا نتفه بعض الواجع هو وجع والفقدة هي فقدة أما اللي رايحنا بس إنه خلص الناس تعرف القاتل يعرفوه منه يعني إحنا كنا في مكان وقوة الجريمة وبطلع بقول له هذا بيت لحياة وجدان قريب جدا يعني إذا البنت كانت تصرخ إنتي كنت ممكن تسمعيها أكيد إذا البنت لحق تصرخ إذا البنت نزدت في إرادتها إذا أي إشي صار أنا أكيد كان يجب أن أشوفها أو أسمع حسها أو أي إشي هذا الإشي بيزيد الألم كثير أنا يعني ينقس قاعدة هون في الصالون صح قبال الشباك الإشي مبين علي أنا في كل زاوي في البيت في كل في المطبخ بره باب البيت كيف بدك تفتل البارك قبالي ومدخل دول البارك قبالي يعني هذا الإشي مش رايح تنساه إذا بدأ جرب قلت ناسي قلت هي في كل زاوي بدأت فكرك كل محل قبال البارك إحنا الحزن ما تغيرش إشي عليه أنا من داخليتي بعد الحزن هو حزن الحزن بيبدأ كبير وبيصغر ما صغرش لأنه حزني على بنتي مش راح يصغر أنا كل بنت بشوفها في جيلة كل صبية كل بنت تمرق على الشارع كل بنات جيلة كل واحد بشوفها بشوف يعني بقول أنا بنتي كانت لازم تكونون بنتي كانت لازم تكون في هالمجال بنت لازم تعيش حياتها أنا مش رفتوش هذا أنا مستحيل إنه هذا الإشي إنه يخفف عني لأنه في كل صورة في كل صبية أنا بشوف هذا الإشي أنا كل حيث القتل بتصير برجع للإشي اللي صار معي في نهارها أنا بانوجع على وجعهم بتمنى إنه تتصبر الإم أو الأب من كل قلبي بسير من الإشي من هزاي أنا في البيت برجع بنهار بعد مرة بتأمل بتأمل مع إنه كثير تأملنا وكثير عملنا عشان إنه ينقطع للقتل والعنف بس لأسف بتمنى كل صبية تشارك إمه كل صبية تشارك إمه كل إشي صغير كل إشي كبير حتى لو إشي بدي ذايق الإم كل صبية تخلي إمه توجيها الإم دايما هي الصحة الإم بتعرف شو شو لازم تعمل شو لازم تعمل شو لازم تعمل آآ فش مش لازم يكون بين الإم وبنتها أسرار مع إنه ما كانش بينه وبين وجان أسرار أما غدرها غدرها طيب يقولوها ما حدا كان حسب لها حساب يعني من باب البيت أما بتمنى من كل بنت كل صبية دير بالها حالة ولا مرة ولا مرت يعني كي بدأ قولك آآ اخضع لحدا شعوري هو كشعور أي أب هو أكيد في شعور حزن وأسى وعلى فقدان وجدان الغالي ولكن بعد إدان المحكمة أدانت القاتل بالقتل المتعمد لوجدان في نوع من الراحة النفسية للأسف إحنا ميقول في كل وضع مفرح ولكن هو ليس مفرح ولكن بسبب الضغوطات اللي كانت علينا في فترة خمس سنين ونصف والإشاعات فهو عبار الإداني عبار عن راحة نفسية السعب تلخيص فقدان قطعة من الجسم ووجدان كانت قطعة من جسم الوالدين بالنسبة لوجود وجداني حوالينا هي موجودة كل الوقت يوم ونهار ليل موجودة معنا على مادة طعام موجودة معنا في كل في الفرح وفي الكرة مش كجسم وإنما كصوت وموجودة معنا كل الوقت للأسف في غير موجودة إحنا كعائلة نؤمن في القضاء والقدر ولكن يقول الموت حق علينا ولكن الموت ليس بهذه الطريقة وجدان موجودة وجدان بالقلب يعني كل يوم أنت بتيجي على البيت بتشوف المكان الذي قوثلت فيه وجدان كل دقيقة في أي زاوة من البيت أنت بتشوف مكان مقتل وجدان إن كانت على طاؤلة الطعام إن كانت فتح الباب في الساعة الصباح ولا قاعدة على البرندة في أي زاوة من البيت يتشوف مكان مقتل وجدان وبعد أمطار قليلة من البيت هذا بزيد الألم بزيد حصرة إنه حصرة إنه غير موجودة ولكن ممكن إنه بخفف إنه فينا يوم يوم نزور مكان مقتل وجد قبل ساعات إدانة القاتل كانت ساعة الضغطات على العائلة كل من تواجد معنا في قاعة المحكمة أو في المحكمة كان في ضغط نفسي يعني ما حسينا في 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 لحظة إدانته يعني صح إنه كنا قاعدين في القاعة بس كنا في ضغط نفسي عقلنا مشوش في تفكير ثاني وبعد ما بلشت القاضي في إطلاق الحق الإداني بلش بكاء القاضي هناك في القاعة في هذه اللحظات كل من تواجد في القاعة بكى كانت عدة دقائق يعني صمت فقط بكاء إن كان من الحرس ولا من الشرطة ولا من ال كل من تواجد في القاعة لحظات حزن ونحن نقول إذا كانت القاضي بمثابة قاضي كل أحاسيسها وشعورها كانت مع العائلة للأسف وجدان غير موجودة في تاريخ 2012-2016 وصلتنا خبر مقتل وجدان أول ما قلنا إحنا إن شاء الله كن وجدان آخر ضحية ولكن بعد وجدان كانت مئات الضحايا من 6-2016 لليوم كان في مئات الضحايا نوع من العنف هو ضعف شخصية مرض نفساني المتواجد فيه في كل المجتمعات مش بس في المجتمع درزي ولا المجتمع العريبي العنف موجود في كل المجتمعات للأسف ولحد الساعي ما فيش له حل يعني ممكن أنك أنت تعمل مظاهرات ضد العنف ولكن ما في ما في نتيجة ل إنه العنف نبذ العنف من المجتمع بما أن أنا أب اللي ثكل بنته وانقتلت بنته لا يكفي أنه هناك كانت فيه الحصرة على الفقدان وإنما هناك كان التشكيك في 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 القضية نفسها من قبل أهل القاتل ونشر الإشاعات هذا الإشي اللي كان يوجع إنه لا يكفي أن نكونا متواجدين من الطرفين كنا نكون متواجدين في في قاعة المحكمة ونسمع الأدلة المتواجدة أمام القضاء نسمع اثنيناتنا نسمع الأدلة المتواجدة أمام القضاء ولكن الإشاعات اللي كانوا يتلقوها في بعد بعد المحاكمة بعد الجلسات هذا كان الوجع ما كان يحكي الحقيقة والحمد لله كانت الحقيقة والحقيقة ظهرت لكل من أراد الحقيقة والحق صاحب الحق يأخذ الحق ترجمة نانسي قنقر